أسماء الله أعلام وأوصاف وليست أعلاماً محضة اشرحوا لنا هذه العبارة نعم يا هذه من المسائل الباب أن أسماء الله أعلام وأوصاف وأوصاف يعني صفات لأن كل اسم منها يدل على صفة الرحمن يدل على الرحمة والعزيز يدل على العزة والقوة حكيم يدل على الحكمة الغفار يدل على كثرة المغفرة لذنوب عباده التواب يدل على أنه يقبل التوبة أنه كثير القبول لتوبة التائبين وهكذا أسماء الله وصفاته وليست ألفاظاً مجردة كما تقوله الجهمية والمعتزلة الجهمية ينكرونها إنكاراً باتاً ألفاظها ومعانيها والعياذ بالله أما المعتزلة يثبتون ألفاظها وينكرون معانيها ويقولون هي ألفاظ لا تدل على معاني بل هي ألفاظ مجردة كذا يقول المعتزلة نعم نعم